السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم سيكون خاص بالاتمنة الحالية دي المواد البناء الاتمنة دي الشهر يونيو شهر ستة الفين واتسة وعشرين. انا عادة ما تنحطش فيديوهات دي الاتمنة مواد البناء الا الا كانت تغيير في الاتمنة. اه الناس المتبع القناة سيكونوا عارفين هاد المسألة يعني ما كنحطش مجرد انا نحط فيديو وانما كنحط الى كانت تغيير بالنسبة الاتمنة. غنعطيكم في هذا الفيديو الاتمنة دي الجميع مواد البناء دي الهيكل اسود كيف كنسموه بالعامية الكحلة وفي هاد الفيديو كذلك غدا نعطيكم الفترة المناسبة لبداية عملية البناء يعني اشنوه احسن شهر نبدو فيه عملية البناء تابعوا معايا الفيديو غيكونوا في كل معلومات. مرحبا بكم في قناتي الثانية قناة سوف نعطيكم الرابط ديالها في التعليق الاول وكذلك تحت الفيديو. سوف ندام معكم بالاتمنة الحالية دي الحديد. الحديد جميع لديه مطخي يعني ديال اه تمانية ديال العشرها ديال اتناش ديال ربعتاش ديال ستاش وكذلك ديال ستا ليس. اه تمان ديالهم تسعمية وتمانين درهم القنطار يعني تسعة دراهم فصيلة اه تمانية الكيلو. وبالنسبة لحديد ديال ستا حرشة. تمان ديالها عشرة دراهم فصيلة عشرة الكيلو يعني الف وعشرة دراهم القنطار. بخصوص الاسمنت او السيما. اه فعدة انواع. سوف نتكلمو على ثلاثة الانواع اللي هما اللي كيتستعملوا في جميع مراحل البناء ديال الهيكل الاسود. اللي هو السيب بيجي الخمسة وخمسين. السيب بيجي الخمسة واربعين. والسيب بيجي الخمسة وثلاثين. الخمسة وخمسة وثلاثين ديالها تمانية درهم. الخمسة واربعين. تمان ديالها تسعد وسبعين درهم. والخمسة وثلاثين. تمان ديالها اربعة وسبعين درهم. اه رملة. الرملة في عدة انواع كنا رملة المغسولة كنا رملة دل بحر كنا رملة لكتكون صالحة الليبنية وكنا رملة ديال فينسيون. سوف نكمل على الرملة الحرشة التي تستعمل في جميع انواع البيت الطوام والأغمي الرملة الحرشة الكمكاسي 8 متر مكعب 160 درهم متر مكعب ودائما الاخليس كميات اكترى ستقوم عليكم 8 متر بتكلفة اقل فمثلا الاخليس شاحنة متوسطة للحمولة 6 متر مكعب ستقوم عليكم 950 درهم ومثلا الشاحنة الكبيرة 22 متر مكعب 8 متر مكعب 3500 درهم ومثلا المدل المتفضل والرملة الحرشة 8 متر مكعب 300 درهم شاحنة متوسطة 8 متر مكعب 1800 درهم وشاحنة 22 متر مكعب 6 متر مكعب 6000 درهم كايس 8 درهم حتى 100 درهم المتر مكعب على حساب المدينة الشاحنة المتوسطة 6 متر مكعب 950 درهم الشاحنة الكبيرة 22 متر مكعب 8800 درهم حمولة متوسطة 6 متر مكعب 8700 درهم بخصوص الطوب الاسمانتي او الطوبية او البريك 8 ديالو يختلف على حسب نوعي المدينة بقية الإطلاق المكينة needs 20 على 56 درهم 15 على 50 على 4 درهم ونصب 10 على 50 على 4 درهم و بالنسبة للطوبية العادية بطريقة شبهية ويدوية فالتمن وقياساتها يختلفوا كالقوط 20 بالنسبة للطالة نحتاج لها لغضي يعني الوردي وكنحتاج لها الزليمة او البوترين. الثمن ديال الوردي يختلف على حساب السمك ديالو. كالقو ان الوردي ديال 8 ديالو 3 درهم فاصلة تسعود الوحدة. ديال 12 درهم فاصلة ثلاثة. وديال 15 درهم فاصلة تسعود. وبنسبة البوترين فيها العادية وفيها المضادة للزلزال. العادية الثمن ديالها الاخرى اللي مضادة للزلزال. الثمن ديالها ابتداء من 60 درهم. على حساب الجودة ديالها. اما تريسو دي او ديك شبكة اللي تجي من الفوق فكتبع اللا بيس. اللا بيس في 6 متر على جوج متر. والثمن ديالها كيكون ما بين 80 و 100 درهم. إلا بغينا ناخده بصفة عامة 8 ديال متر مربع ديال الطالة ديال الوردي داخل فيها لغضي والبوترين. فكالقوها كتراوح ما بين 100 و 130 درهم المتر مربع على حساب نوعية ديال الوردي وعلى حساب النوعية ديال البوترين. كذلك خلال عمليات البناء كنحتاجوا اننا نشريوا السلك والمسمار اللي كيتبعوا بالكيلو. وليتمن ديالهم حاليا هو 14 درهم الكيلو. كذلك مني كنبغون نقاط ديال القوات ديال الطبلة ديالنا ونصب الرقارات كنحتاجوا القادوس ديال بي في سي اللي كنصح انه يكون ديال الميتين ويكون نوعية ممتازة. وليتمن دياله كيكون بستين درهم المتر. إلا بغينا هنا يندروا واحد مقارنة بالأتمنة الحالية ديال مواد البناء. والأتمنة في الفترة السابقة غلقوا ان كينا واحد زيادة بالنسبة لجميع الأتمنة ديال المواد البناء. وهات الشي غا يدنا اننا نتكلمو على احسن فترة بالنسبة لعملية البناء. يعني احسن شهر نبدو في عملية البناء. لانا آآ الأتمنة كذلك بغض ناضر على الزيادات اللي عندها عدة عوامل حتى كثرة الطالب كتكون عندو العامل في زيادة ديال التكلفة. اذا احسن شهر اللي نبدو في عمليات البناء هو شهر اكتوبر يعني شهر عشرة. الفترة المبتدة من شهر اكتوبر حتى اليونيو يعني من شهر عشرة حتى شهر ستة. هذه الفترة كتكون اقبال اقل على مواد البناء. وبالتالي التكلفة كتنزل نسبيا. كذلك بالنسبة الليد العاملة كتكون توفرة في هذه الفترة لانها كتكون فترة ركود نسبيا. والجودة دي العملية البناء كذلك. بنسبة الناس اللي كيبنيوا المنازل ديالهم وليا الفيلات ديالهم. فا احسن فترة هي فترة الخريف والشتاء. اه لان الجو كيكون معتادل او كتكون فترة الشتاء. وهذا شي كيأثر بالإيجاب على الجودة دي العملية البناء. عكس الفترة اللي كتكون فيها الحرارة مرتفعة. اه الروندمو او المرضود ديال العمال خلال هذا الفترة ديال الجو معتادل حتى البارد. كتكون كذلك اكتر من الفترة ديال الجو يكون فيه درجة الحرارة مرتفعة. اذا بالنسبة الناس اللي يفكروا يبدأوا عمليات البناء يقضوا الأوراق ديالهم القانونية يعني البلانات ورخصة البناء في الفترة اللي قبل من شهر اكتوبر باش مباشرة من اللي يجي شهر اكتوبر يبدأوا عمليات البناء غتكون احسن فترة اللي ممكن يبدو فيها. الى عندكم شي مشروع ديال البناء ولا الفينيسيو وعندي شركة خاصة بالبناء والفينيسيو تواصلوا معي عبر الايميل او عبر صفحتي على الفيسبوك اللي عندها نفس الاسم ديال القناة كنخدم في مدينة الفيس والدالبي دولماطق اللي قريبة منهم. الى عندكم شي سؤال او استفسار خليهوا ليفتع لكم ان شاء الله نجاوبكم كنتم نقترحاتكم كمواضيع الفيديوهات القادمة ان شاء الله. ما تنسوش الزيارة ديال القناة الثانية فاتي ديكور غتكون فيها فيديوهات مهمة جدا كتخص ديكور الداخلي والفينيسيو. كان هذا والفيديو ديال اليوم اللي كانتمنى يكون مفيدون الاعجاب ديالكم دمتم في رعاية الله والى فيديو قادم ان شاء الله مع السلام. اشتركوا في القناة